كدهر مرت بلا شك على الطيار الأردني الأسير معاد الكساسبي لحظات حياته الأخيرة فقد أكره على أداء دور البطولة في فيلم إعدامه الذي أعده تنظيم الدولة الإسلامية داعش وبثه عبر شبكة الإنترنت قد يكون الكساسبي قد أجبر كمن سبقوه من الرهائن الذين أعدمهم التنظيم على ارتداء ذاك الزي البرتقالي لكن التشابه وقف عند هذا الحد ففي دقائقه الأخيرة وجد الكساسب نفسه بحسب التسجيل محاطا بمجموعة من العناصر الملثمين الذين اطلعوا بمهمة إحراق المفرية وعلى محيط طيار الأردني الذي سقطت طائرته في أراض خاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا قبل نحو شهرين بدت جلية قبل إعدامه مظاهر التعذيب الذي قاساه فيما كان يتبنى في آخر شهاداته رواية داعش بشأن سقوط طائرته بنيران مضاداتهم الأرضية مخالفا بذلك ما أعلنه الأردن والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من أن طائرة الكساسب سقطت بفعل عطل تقني وفي نهاية التسجيل يبث داعش أسماء عدد من الطيارين الأردنيين عارضا مقافأة مالية لمن يغتال أيا منهم في مسقط رأس الكساسب في الكراك حلت أنباء إعدامه كالصاعقة على أسرته أما الجيش الأردني فلم يبدو متفاجئا من الأنباء المتعلقة بإعدام الطيار اتحدث بيانه عن أن عملية إعدام الكساسب تمت قبل شهر لتعلن اليوم نبأ اغتيال طيارنا الباسل يوم 3-1-2015 أي قبل شهر من اليوم ويكتسب تاريخ أعدام الكساسب أهمية بفعل زج داعش باسمه في إطار قضية الرهينتين اليابانيين الذين قضايا ذبحا على يد التنظيم خلال الأيام الفائتة وقد سعت تنظيم لمبادلة أحد الرهينتين اليابانيين كنجي جوتو قبل إعدامه بالعراقية ساجيدا الريشاوي المحكوم عليها بالإعدام في الأردن بتهمة الضلوع في تفجيرات الفنادق في عمان عام 2005 متعهدا بعدم قتل الكساسب في حال تمت الصفقة